مشكلات الإدارة المالية أولاً المشكلات المؤثرة على فعالية وظيفة التمويل تصادف الإدارة في المنظمات أو في منظمات قليلة مشكلات مؤثرة على فعالية وظيفة الإدارة المالية بها ويمكن تحديد أهم هذه المشكلات فيما يلي 1. الخطط بين الإدارة المالية والإدارة الحسابية وغياب المفهوم العلمي والعملي السليم لوظيفة الإدارة المالية ومهام المدير المالي اثنين انخفاض فعالية تحصيل مستحقات لدى الغير ثلاثة الاعتماد بشكل مؤثر على القروض الأجنبية لا سيما في تمويل المشروعات العامة رابعا ارتفاع غير مبرر في التكلفة خامسا الشركات المتعثرة ماليا ونظرا لأهمية مشكلة التعثر المالي سوف نتناولها بشيء من التفصيل في الجزء التالي التعثر المالي للشركات الأسباب والحلول أولا أسباب التعثر المالي للشركات أو كيف تتعثر الشركات وما هي أهم أسباب هذا التعثر فيما يلي عظل موجزة لأهم تلك الأسباب أول أسباب لتعثر الشركات ماليا واحد عدم فعالية دراسة الجدوى والمقصود هنا هو قصور دراسة الجدوى التي يعدت في البداية أو عدم تكاملها أو توازنها ثانيا اختلال نسبة القروض إلى رأس المال المملوك بمعنى تجاوز الشركة في اقتراضها للنسبة الملائمة للقروض إلى رأس المال المملوك وهي واحد إلى واحد أو واحد إلى اثنين على الأكثر ثالثا تغير أسعار صرف العملات والمقصود بذلك ارتفاع قيمة سعر صرف العملات الأجنبية سواء التي حصلت الشركة على قروض بها أو تلك التي تشتري بها مستلزماتها رابعا ارتفاع الفائدة المدنية ويؤدي ارتفاع أسعار هذه الفائدة والتي هي فائدة الإقراض إلى زيادة عب القروض خامسا قصور اتباع الأسس المحاسبية السليمة قد يتمثل ذلك في عدم تقييم الأصول المتداولة بسعر التكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل أو في عدم تجنيب احتياطيات ومخصصات كافية تتناسب مع قدر التكاليف أو الخسائر المحتملة سادسا قصور في تصميم سياسة التسعير فقد لا تقوم هذه السياسة على أساس دراسة سليمة للتكلفة أو لا تقوم على أساس دراسة الاتجاهات تسعار منتجات منافسة أو مكملة بالسوق سابعا قصور في التخطيط للاستثمار قد يؤدي سوء توزيع مخصصات الاستثمار لتجميد أموال في أصول أو مجالات رأسمالية غير منتجة وهذا يخفض العائد على الاستثمار بهذه المشروعات ويؤثر سلبا على ربحية الشركة ككل ثامنا مشكلات مشاركة طرف أجنبي إذا قلت الخبرة الفنية في مجال الاستثمار أو مجال نشاط الشركة فهذا يمثل نقطة ضعف لا يمكن تعويضها وقد يتطلب الأمر الاستعانة بطرف أجنبي تتوافر لديه الخبرة أو التكنولوجيا اللازمة تاسعا قصور الأداء الإداري لا سيما قصور الخبرة في التصميم أو في تصميم الاستراتيجيات والسياسات وعمليات صنع القرار وذلك في مجالات تعديل الطاقة الإنتاجية أو تصميم مزيج المنتجات وإضافة أو حذ منتج أو أكثر وشراء أو بيع عصور رأسمالية كذلك قد يقترن قصور الخبرة بأخطاء وانحرافات غير متعمدة أو متعمدة استقلالا لقصور نظم الرقابة الإدارية والمالية عاشرا ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وذلك مثل الطاقة المحركة والمواد والأجزاء والتجهيزات الآلية ثانيا سبل علاج الشركات المتعثرة يمكن تصنيف سبل العلاج إلى واحد اللجوء إلى أسلوب التأجير التمويلي لتعمين احتياجات الشركة من التجهيزات الآلية والمعدات ثانيا في حالة كون الاقتراض عبءا جديدا لا يمكن تحمله يمكن مفاوضة البنك الدائن أو البنوك الدائنة على زيادة فترة السماح أو إلغاء أو خفض سعر الفائدة على الديون المتعثرة ومن ناحية أخرى يمكن مفاوضة البنك الدائن على الدخول شريكا بقدر ماله في رأس مال الشركة ثالثا يمكن مفاوضة البنك أو البنوك الدائنة على إسقاط جزء من الديون أو من فوائدها بالاتفاق مع البنك المركزي إن أمكن ذلك رابعا قد يتطلب الأمر زيادة رأس مال الشركة لتصحيح الخلل المالي ولخدمة الاستثمارات المخططة وذلك بتحويل جزء من قروض الدائنين إلى مساهمات مباشرة في رأس المال خامسا بالنسبة للشركات التي لا تعوزها السيولة ويكون رأس مالها كبيرا أو يفوق متطلبات حجم نشاطها وأهدافها وحيث يقل العايد على رأس المال المستثمر يمكن خفض رأس المال سادسا تهيئة نظم محاسبية تقوم على استخدام فاعل لتكنولوجيا المعلومات ومعالجة فعالة للمعلومات بما يسهم في التنبؤ بالمشكلات التمويلية وحسن تشخيصها ومعالجتها في الوقت المناسب سابعا مساهمة البنوك الدائنة في تقييم الأوضاع المالية والفنية للشركات المتعثرة للمساعدة على التنبؤ بالمشكلات المؤثرة وتشخيصها والمشاركة في تصميم برامج معالجتها في التوقيت المناسب ثامنا في حالة كون الإدارة مسؤولة عن تردي الوضع المالي للشركة بشكل واضح يتم تنحيتها على الفور واستبدالها بمجلس آخر وتشكيل مناسب